هل تعلم أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى والتي تعرف بالدورة الرئوية وأن تلك الحقيقة كانت محجوبة لفترة من الزمن حتى اكتشف كتابه شرح تشريح القانون عام 1924 وقد كان الفضل ينسب تارة إلى جالين وتارة إلى مايكل سيرفيتاس وكثيرا ما كان ينسب إلى ويليام هارفي إلى أن اكتشف الكتاب وتبين أن ابن النفيس اكتشف الدورة قبل هارفي بثلاثمائة سنة ترجمة نانسي قنقر